السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم عزيزي المتابعين في فيديو جديد معكم هدير النهاردة ان شاء الله هوريكم طريقتين سهلين جدا لتقطيع الشمام او الكنتالوب وبرضو اسمه الاناناس او الشات طريقة سهلة جدا وبسيطة ان شاء الله تعجبكم جدا دي كده اول طريقة الفيديو بتاع النهاردة بسيط وفكريته بسيطة بس ان شاء الله تستفيدوا منه وتستمتعوا به ومتشوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين وتفعالوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله اه وباذن الله كل الفيديوهات تعجبكم اه وبرضو شوفوا الفيديوهات القديمة وان شاء الله تعجبكم جدا هساب لكم لينكاب بتاعتها في صندوق الوصف اه تفرجوا عليها اه وفي قوامي التشغيل برضو اه وكده اول طريقة انا بعملها سهلة جدا اه كده زي تعشر البرتقونة برضو موسيقى 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 اشتركوا في القناة اه بعد ما قطعتها كده بقى هجيب المعلقة علشان هنضف القلب بتاعها بالشكل ده كده بسهلة جدا وبسيطة اه وفي نفس الوقت لما اجي قطعها دلوقتي معاكم هتدينا شكل حلو قوي كده شكل المسدس هتشوفوا دلوقتي يعني شكل دايرة متفرغة كده شكلها حلو قوي شكلها تجيبكم اه ودلوقتي بقى بعد ما عملتك كده اقطع حلقات اه شكلها حلو قوي او بالشكل دا كده تبقى شكلها حلو او في التقديم اه وضعه 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 وضع اه ودلوقتي بقى اقطعوا بالطريقة التانية اه دي الطريقة اركم اتنين اللي اقطعوا بيها سهلة جدا برضو بسيطة اقطعوا كده بشكل حلزوني برضو زي البرتقونة بالشكل ده كده هفضل ماشي عليها كده كلها اشتركوا في القناة اه وهنا بقى في الطريقة دي هقطعها نصين كده هتدينا برضو شكل مختلف في التقطيع ونجيب برضو المعلقة والنظفها اه وبعد كده نقطعها بقى دواير شكلها حلوة اوي برضو وقريكم برضو الطريقتين شكلهم ايه والفرق بينهم في التقديم دلوقتي هما الاتنين حلوين اوي وسهلين جدا اه يا رب يكونوا عجبكم اهو بالشكل ده كده موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 وعلى وقت ما تيجي تعمل عصير هنطلعه السهل جدا وبسيط وان شاء الله عاملكم فيديو برضو للعصير ترى سهلة جدا وبسيطة ويرب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم واستمتعتم به واستفدتم منه وان شاء الله بإذن الله قابلكم فيديو جديد وشكرا لكم حبيبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة